موسيقى عزيزينا يا شباب دلوقتي نبدأ نعمل سيميليشن زي كل مرة عودناك كل موضوع هنتكلم عليه هنبدأ نبدأ نعمله تجربة براكتكال ونشوفه كده على البرنامج بتاعنا فحنا النهاردة بنتكلم عليه بنتكلم على الالمينيشن وكان فيه نقطة كده عايزة ورهاي لك وكنت انا بلورتها فكرة ايه فكرة ان الاضاءة بنشتغل وهم ايدنتيكال الباور دايريكت مع الفي سكوار اللي هم بنشتغل في سكوار على الور باعتبار ان اول زي لامز هافزة سيم رزيستنس ليوم نفس المقاومة يبقى دايما الباور بالفولت فاللي فيه هو اعلى بيه اعلى واللي فيه اهل بيه اهل جميع ففيه معلومة تانية قلتها ان قفلت اي سويتش بارل كلوز للكيه وتحول السيريس لبارل طبعا المجموعة دي بارل جنبه سيريس كل حاجة في البارل تيل وكل حاجة في السيريس ايه تزيد وكان فيه كيس خدناها من الفور كيس اللي احنا اتكلمنا عليهم ان اي لام ببارل مع الباتري الفولت عليها ريمينزي كونستنت وانه هتاخد الفي بي فالاضاقة هتفضل سبت جميل فتعا نشوف القصة دي قفلت السويتش حيدي امشي كارنت ركز في الاضاقة خطوط اللي طالعه من اللامز اللي فوق اللي فالنص اللي فالنص هدي بعض لان كل واحدة منهم واخده هاف الفي بي بص يعني انا جبت فولتميتر وصلت كده اهو ادي الطرفين هتطلع 5.5 ليه لان الفي بي 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 باليفن نخليها عام بعشرة رقم اسهل اهو اهو فده ياخد خمسة بص وده ياخد كام وده هياخد خمسة اهو طرفين على اللامب هتلاقي نفس الفولت عشان كده نفس الاضاقة هتلاقي فعنا عدد الخطوط من اللامب هنا زي هنا زي بعض بالظبط طلعنا الفولتميتر على اللي فوق هتلاقي شدة الاضاقة زادت بزيادة الفولت لان الفولت في بي كامل حلو طب ده يعتبر كده بفور نشيله على جنبه قفلت السويتش بص الاضاقة هنا هتقل انا بولك اهو والاضاقة هنا هتزيد فانا قفلت السويتش بص فعلا الاضاقة دي كريزيز خدت بالك بص افتح تاني انا ما انت اخدش بالك بص اهو بص الالميشن دي كريزيز طب وهنا انكريز بص ركز هنا هحصل الله انكريز طب هاللي فوق اتغارت هكلوز او اوبن الكيري مينز كونستان ليه نشوف الفيهات هات الفولتميتر هتلاقي هنا لازم النسبة ما دي بقت ار او اربع من الهاف ار وده ار وده ار مثلا حلناها بالنصي فهتبرشه هنا تو تو وان يعني ده اخد تلتين البطارية وده تلت طب ما تلتين العشرة كام تلتين عشرة سيكس بوين سيكس سيفن ده التو اوفر سري طب ده اخد تلت يعازم نص الرقم نص الفولتج نص الاضاء او سري بوينت سري بحس سميشن يطلع بتان طب عايزين نشوف اللي فوق هل الفولت عليها تغير اهو هل الفولت حصل له اي تشينج قالك لا الفولت لسه زي ما هو تين فولتج ليه لان اللامب دي بارل مع الباتري فاضايتها ريمينز كونستانت التو لامب دول الكلوز لقي بارل هيحصل هنا دي كريزيس جميل للفولت فيحصل دي كريزيس للباور شغالين الباور ديريكت مع الفي سكوار طبعا هنا يحصل انكريز الفولتج ويحصل انكريز الباور والإضاءة ارجع فتح سويتش تاني ترجع هنا نفس هالف بي هالف بي يبقى نفس الباور نفس الإضاءة اللي فوق كده كده سبتة أفعلت سويتش الليلت رزيستنس الليلت فولتج الليلت باور واللي جنبها لازم تزيد دي تجربة عملية أكد لك إيه القصة دي طب كمان حاجة تانية عايز أورها لك إننا أصلا لو أنا لعبت في البطارية المصدر المصدر نفسه إضاءة الدايرة كلها تزيد بص سركة كلها تزيد بص كل ما زود بص كل ما زود التوتل بيزيد لأنه هو الفي بي نفسها بتتزيد فلما تتوزع على اللامس نصيب كل واحدة هيزيد يعني دي لما تاخد في بي الفي بي لما تكون تسعة غير لما تكون عشر غير لما تكون سبعين غير لما تكون مية حلو فدأكد لك بص إن الإضاءة دائما بتعتمد على الطاقة إضاءة اللومد إحنا قلنا الأوتبوت ده لايت الإيمبوت إلكتريك فكل ما يكون إلكتريك أقوى حدي لايت إيه أقوى وعلى حسب بنصيب كل إيه كل واحدة يعني مثلا خليناه تاني خمستاشر ممكن هنا تبين أكتر فتحت إيه السويتش هتلاقي التو لامس دول أد بعض كل واحدة بقى المرادة هتاخد نص البطارية نص البطارية اللي هو كام بصت على كده ببساطة لازم يطلع 7.5 جميل طب جيت هنا نص البطارية حيطلع برضه كام لازم يكون 7.5 طب جميل طب قسنا اللامب اللي فوق دي هتقرأ البطارية كلها وإضاءتها لازم تبقى أعلى عشان اللي فيه أعلى بيه وعلى يطلع 15 فولت طبعا قفلت السويتش دي ما تأثرتش ريمينز كونستانت أنا بأكد لك تاني مرقام تاني طب دي حصل إيه حتزيد لأن دي هتبقى هاف أر وهنا أر فدي حتاخد تلت ودي تلتين تمام فأنا مجأ إيه سوه بص اه تلتين توفر سريم هتطلع بفايف فالفولت أقل فتلاقي بعانيك واضح إن إن الإضاءة أملها إن الإضاءة أقلت جميل يبا احنا كده عملنا سترس واكدنا على فكرة الاليمنيشن واخدنا مسألة إحنا بندرسها ونشوفها بعانينا فعلا الإضاءة بتأثر بالفولتج كلوز الكي لما تحول سيريس لبارل إيه اللي بيحصل للار والفي والباور وإيه اللي بيحصل للجامبو سيريس إيه اللي بيحصل بيفضل دايما بارل مع الباتري بيفضل دايما الفي كونستانت أتمنى لازل تكون استفادة من السيميليشن ده تكون ربط الدايمن النظري بالبراكتيكال اكسبرمنت وإن شاء الله على طول إيه الكهرامة متاع والفيزياء سهلة شكرا لخير شكرا لخير